هذه الحلقة برعاية The Family Office وبالشراكة معه بوابة أرقام المالية إدارة الثروات للمستثمرين من الجيل الجديد براعة وتحكم شكراً للاستضافة لو نظرنا إلى التقنية بشكل عام تم استخدام التقنية في النظام المالي منذ السبعينيات وتطوير هذه التقنية من مرحلة إلى مرحلة أخرى وكان الهدف الأساسي منها تخفيض تكاليف العمليات مع مرور الوقت تطورت هذه التقنيات إلى مستوى أن أصبحت عملية تسهيل للمستثمر للوصول إلى أدوات استثمارية بطريقة سريعة وسلسة وبأقل تكلفة ممكنة الحمد لله رؤية عشرين ثلاثين من أهم الأشياء التي في هذه الرؤية هي تطوير التقنية والعمل بالتقنية دولتنا الرشيدة والله الحمد سعت منذ زمن طويل للاستثمار في مجال التقنية ولا تزال إلى اليوم سباقة إذا ما قارنناها مع القطاع الخاص في الأعمال في قطاع المال نعم البنوك استثمرت لكن لو شاهدنا ما تم استثماره من قبل الدولة تطور كبير هائل جدا فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى منصة إبشر أو الحوكمة أو الخدمات الحكومية الإلكترونية المملكة والله الحمد تناهض دول كثيرة وين أخذنا في الاعتبار الدول المتقدمة مثل دول العشرين في الجي تونتي هذا تطلب كذلك مع الرؤية تطور القطاع المصرفي إلى مرحلة جديدة إلا أن القطاع المصرفي اعتاد على أخذ خطوات قد تكون بطيئة مقارنة مع تطور التقنية في الدولة لهذا أتت رؤية عشرين ثلاثين بفكرة الاستثمار وتحفيز الاستثمار في القطاع التقني بأنواع مختلفة مثل ما شفنا في تطبيقات تم إصدارها سواء كريم أو جاهز وخلاف ذلك هناك تطبيقات مالية بدأت تطلع في السوق أحدها الجديدة دراهم ما شاء الله من أحد الشركات الممتازة التي بدأت في هذا المجال شركات أخرى كذلك صاعدة هذا أجبر البنوك مع الانفتاح البنكي ما تقوم به مؤسسة النقد إلى فتح الأنظمة المالية بين البنوك بعضها البعض والشركات التقنية المالية تدخل في هذه المنظومة في القطاع المصرفي هذا حافز كبير لتطوير هذه الشركات وتمكنهم من المنافسة بدرجة كبيرة في هذا المجال طبعاً إدارة الأصول عبارة عن صناعة جديدة في المنطقة عندما أسسنا مكتب The Family Office عام 2004 لم يكن هناك أي بلد في منطقة الخليج لديها نظام لإدارة الأصول نعم كان هناك بنوك قد تروج استثمارات لكن لم يكن هناك ما يسمى اليوم بالكابتل لكل بنك هذه الأنظمة أتت في عام 2005 وتطورت بوتيرة عالية جداً في زمن قصير تم الوصول إلى مستويات جداً ممتازة ومستمرة في الطوير المالي الجهود التي تقوم بها الدولة من ضمن خطة 20 أو رؤية 20-30 في تطوير القطاع المالي يحفز كثير من هذه الشركات للدخول والمنافسة بهذه التقنيات هذه التقنيات يجب على الشركات إدارة الأصول الاستفادة منها والاستثمار فيها هي عملية في الواقع معقدة ليست بسهلة تطلب جهد تطلب وقت تطلب خبرات تطلب مال تتطلب أهم من ذلك تثقيف المستثمر لاستخدام هذه الأدوات بأن تقبل أن تتعامل مع منصة إلكترونية في أعز الأشياء لديك وهي المال لكن المملكة متجهة ولله الحمد قمنا بإطلاق منصة إلكترونية رقمية تمكن المستثمر من الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية عالميا خلال عشر دقائق وهذه المنصة مربوطة بشركة يقين التابعة لأبشر والنظام التقني في المملكة العربية السعودية والله الحمد نعم زي ما تفضلت هذه التقنيات تسهل المشوار وتبسط المعلومة ومن خلال إجابة المستثمر على أسئلة محددة يكون هناك اقتراح لتوزيع الأصول وفئات الأصول والصفقات التي يمكن المستثمر الاستثمار فيها أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة عندما تكون هناك تقنية من قبل شركات ليس لديهم التراخيص المالية من قبل هيئة سوق المال أو من هيئة سوق مال دولية كذلك والله الحمد في الفاميلي أوفيس مرخصين من قبل ست جهات دولية ست جهات دولية في هذا المجال هذه التقنيات التي قمنا فيها استعنا بأفضل الخبراء الاستشاريين وتم تدقيق هذا العمل بحرفية عالية وقمنا بنقل هذه التقنية إلى مكتبنا في سويسرا وبإذن الله خلال هذا الشهر يتم البدء بهذه المنصة في الأسواق الأوروبية ابتداءاً بسويسرا المنصة تخلق شيء جديد لم يعتد عليها المستثمر في السابق كان المستثمر يحتار أين يستثمر وكيف يستثمر وكيف يوزع أصوله ما هي الشركات التي يجب أن اختارها هل أضع أموالي في استثمارات تنمو أو استثمارات مدرة تعطيني دخل باستمرار ميزة هذه المنصة من خلال هذه المنصة خلال عشر دقائق فقط يمكن للمستثمر أن يجيب على بعض الأسئلة ومن خلال هذه الإجابات يتم اقتراح توزيع أصول ونوعية الصناديق وبعد عملية الاستثمار من خلال هذه المنصة يطمئن المستثمر بأن يكون هناك لديه في أي وقت في أي مكان النظرة بكل شفافية على جميع استثماراته وتحديث أسعارها وما حصل فيها كذلك تمكن المستثمر من وقت لآخر عندما يكون لديه وفر زائد أن يدخل هذه المنصة ويضيف استثمارات جديدة بمبالغ جدا قليلة بمبلغ عشرة ألاف دولار فقط هذه الاستثمارات قبل خمس سنوات لا يمكن وصول لها بأقل من عشر مليون دولار فالتقدم في التقنية ومن خلال هذه المنصة يمكن المستثمر أن يدخر ويحصل على أفضل فرصة الاستثمارية كما يحصل عليها الملياردير ترجمة نانسي قنقر